قناة السويس الجديدة دي نلاقي بالوقت انها قدت الى تعازم ارادات القناة نلاقي بالوقت انها زودت عدد السفن اللي بتمر في القناة نلاقي بالوقت انها قللت زمن العبور في القناة وبالتالي اصبحت الجدوى الاقتصادية بتاعت مرور اي ناقلة في القناة جدوى اقتصادية عالية جدا لانها بتوفر عليه وقت ولما توفر الوقت توفر عليه ايه الوقود توفر عليه ايه العمالة اسعار العمالة اللي موجودة في البحر الناس دي بتاخد بعدد ايام موجودهم على ظهر السفينة في البحر فمن قلات بدأت تزيد الاعداد طيب ده مش بس كده لقينا انه احنا بقينا شغالين بشكل مستمر ودوري ومنتظم في عمليات التعمق والتكريك والتوسع كل حاجة مش سايبنها كده على الله يعني مش حفرنا وروحنا اطلاقا ماشي فبقت كمان الحمولات ازيد السفن بقت الاحجام الاكبر الغواطس بقت اعلى او اعمق بمعنى ادق